تأزيم متصاعد في الصراع بين السودان ودولة جنوب السودان يدفع النزاع بينهما نحو حفة انفجار حقيقي التطور الأبرز على الأرض تمثل في اتهامات جوبا لطيران الخرطوم بقصف جسر في مدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة للمرة الأولى داخل أراضي الجنوب التوتر شديد بلا شك خصوصا حول منطقة هجلج النفطية غير أنه لا أنباء مؤكدة من مصادر مستقلة عن حقيقة الوضع الميداني في هذه المنطقة أو على بقية الحدود المشتركة المترامية والشديدة التداخل والتعقيد بين البلدين لعل اجتداد هذا التوتر ما قد يفسر احتدام السجال السياسي بين الحكومتين في جوبا والخرطوم وخصوصا بين رأسي الحكم في البلدين فبعد يوم واحد من إعلان جنوب السودان عن سيطرته على منطقة هجلج الغنية بالنفط تعهد رئيسه سالفا كير في خطاب أمام برلمان بلاده بأنه يأمر جيشه بالانسحاب من منطقة هجلج رافضا دعوات دولية له للقيام بذلك ليس هذا فخسب بل إن كير أكد أنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون بأنه سيرسل جيش جنوب السودان إلى منطقة أبي المتنازع عليها على الحدود مع سودان في حال لم تنجح الأمم المتحدة في إخلائها من القوات السودانية التي قال إنها تحتلها منذ آيار مايو من العام الماضي أما في الخرطوم فقد اتهم رئيس عمر حسن البشير جنوب السودان بأنه اختار طريق الحرب لينفذ أجندات خارجية لجهات كانت تدعم قادته أثناء الحرب الأهلية وأضاف البشير أن الحرب ليست في مصلحة جنوب السودان أو السودان لكن قادة الجنوب لا يفكرون في مصلحة السودان أو جنوب السودان على حد قوله مراقبون يرون أنه ما لم يكن هناك تدخل فوري لوقف هذا التدهور في علاقات بين المتوترة أصلا فإنهما منزلقان لا محالة إلى أتون مواجهة تعيد إلى الأذهان مآسي حرب سابقة بينهما استغرقت عشرين عاما وراح ضحيتها ما يزيد على نحو مليون إنسان أنور العنصي بي بي سي ترجمة نانسي قنقر